يعني كانت مرحلة الذهاب مش طموح نادي الوحدات مش طموح جماهير الوحدات ولا طموح الجهاز الفني والإدارة بالنسبة لها لأنه احنا في الأول الأخير يعني احنا ما بنقبل ان يكون الوحدات يكون ترتيب ثاني أو ثالث في الدورة احنا دايما منشارك لأجل بطولي الحمد لله يعني ان شاء الله بتكون مرحلة الاياب بداية خير وفاتحة خير على فريق الوحدات وعلى جماهير نادي الوحدات وعلى محبي نادي الوحدات بعودة رأفة علي وتسجيل اللاعب المحترف العراقي علي صلاح بالإضافة للمحترف السوري بيلال عبد الدايم بالإضافة لعودة اللاعب أحمد عبد الحليم يعني هيك الحمد لله الصفوف ان شاء الله مكتملة وان شاء الله مرحلة الاياب بتكون فاتحة خير على فريق الوحدات لإعادة اللقب إلى جماهير نادي الوحدات